سلام غليتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير بصحة وعافية يا رب العالمين مرحبا بجدد ومرحبا بالقدم يقول لكم ادرداركم وانا ضفاء عندكم ما زلنا دائما في سلسلة الوصفات الرمضانية اليوم جبت لكم وصفة شربة حارقة في منتهى الروعة روعة روعة حتى البنة انتحها انا ما يكذبش عليكم نديرها غير تخلاص لي قبل ما تخلاص نعاود نوجد واحدة اخرى قبل هذا حنروح للمت تحية كبيرة كان جتني مشتركة زارتني هذا هو وش كان الجود من الموجود خاطر جتني مع الصباحة الله يبارك وان شاء الله تبارك الرحمن الاخت واهيبة من فرنسا مشتركة عندي في القناة وفي الاستشارة المجانية جات لدارهم البجاية تزور ميمتها واهلها الحمد لله اللي ربي قدرها وجات بعد غياب اربعة سنوات وربي سهل لها وجات ومع هذا ما خلتنيش وجات لعندي زارتني وكانت اروع 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 مفاجأة وجابت لي وش كتب ربي من هذا المنبر نقول لك ربي يحفظك وربي بارك لك في رزقك وربي يحفظ لك ولداتك ودرت لي جو رائع رائع مع ولداتك ومع زوجك الكريم معك كانت احلى قهوة كانت احلى قعدة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن قلت لكم وربي الحمد لله صح ما رزقنيش من اخوات من امي الله يرحمها ولكن رزقني بنعم الاخوات من مواقع التواصل عندي اخوات عندي خالات عندي عمات عندي اولاد ما شاء الله تبارك الرحمن ربي يحفظكم لي كامل احبكم في الله بدون استثناء يعني كل مشتركة عندي ما نحتبرها مشتركة نحتبرها كأخت نحتبرها كصديقة نحتبرها كخالة نحتبرها كعمة ما نقدش نحتبرك كأم خطر الأم كاش اللي جي في بلاستايك ذب عليك ولكن حتكوني أخت ونعمة صديقة ونعمة الحبيبة نشكركم من هذا المنبر يعني الكارم التاعكم حتى يخجلني كيفاش نعاود نرد كل الكلمات ما مش حنقدر نعبر لسان هي عجلة عن التعبير نروحوا للوصفة الأولى اللي كانت حندير تليت لي تدينا مغرفة صغيرة تزبدة مغرفة صغيرة تزيد وهاوليكوش كان عندي شوية عصدر تزيد وكانت عندي الكورجات وعندي زرودية تحبوا تزيدو الجلبانه وممشي دي الوصفة الحارقة ذكروا رحوا للحارقة وتوشوا رافقت مع الحارقة كتصايمة تديت تحبه بصل طويل هذك الخضر ووديت معزو سنينة تحتهم نزيدو نديروه نقلي ومليح احنا راهو عندي فنجال تاع برغل شمخته وحد ربع ساعة ومبعده شللته ومليح وخليته يقطر تزيدو تديروه مع الخضر انتاحكم ومع الجاج انتاحكم يتقلى مليح وهذه الوصفة انا نحتمد عليها ملي شفتها من القناة مطبخ وتتابير شهرازاد الاخت شهرازاد روعة روعة كان بزيف وصفات نديروه من عندها ولكن نقص منهم سوالح باش نديروه صحيين هنا همليك توفل في الاسود وكركم وزنجبيل وانا دايما الحار اللي ما يخضينيش واكيد الملح حسب الضبق ومديروش مالح باش ميكونش عندكم احتيب السوائل نقلل المليح من بعد نروح المرة كينديروه عبر تعالي يا الله راني نسجلكم في الفيديو راهي 12 تعالي المهم بشي لحكم الصباح العبر تعالي حنقولكم تلي تلي العبر تعالي العبر تعالي برغل قلو ايه راكم ويفتوني من عملتش التسجيل انا درت فنجال هذا الفنجال اللي درته عبر هذا يدي دايما ثلاثة عبر تعالي ندو عبر تعالي برغل مع ثلاثة تعالي نمرقه بالمصهون وننقصه للفرن ونخلوه حتى يطيب ودايما في الاخير نخلوه شوية هذك تعالي سوس باكي نطفو عليه كي يشرب يجينا فركة ويجينا على حبة انا كنت فيه من قبل كنت شفتوا مع مطبخة الدبير شهره زاد متحية كبيرة من هذا المنبر سلطانة اليوتيوب في الطبخ وصافيتها ولا اروع البرغل تعلمتوا عليها درتوا بالطن وقت الطن درتوا بالجاج درتوا باللحم يعني كيم ما تحبوا تديروه يخرج ولا ولا اروع هنا كنت نسيت راس الحانوت من البرج روعة كنت تحبوا نحط لكم الرقم الهاتف تعال عمي عبدالواهب اللي يخدم التوابل في منتهى الروعة هنا يلي حبت تواصل معايا وفعل واتساب ونعطيها الرقم الهاتف هنا يجد راس الحانوت وخليتوا شوفوا هناك شرب شوفوا بقتلي شوية لاصوس نخليه ونبعد نطفي عليه هنا قاعدنا بحريه بشكل بخار ما يعمل لاخر نروح وفاصل ثم نواصل عدنا وعودوا احمد اليوم كي الله ضحي لأيديكم 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 ووصفات خلاص عييت المهم هو يعطى ثاني اثناش نسجل هنا بقت نص ساعة ويأذن راجلي كان غير كما تخرم الخدمة جاب لي القضية خطر ما كان عندي وقدرنا نديرو حساء اللفت وميجيكش الضوء على اللفت نديرو زوج حبة تبصل ثلاثة حبة تبصل مغرفة تعزيت ولا زوج مغرفة تعزيت نديرو ثوابل فلفل اسود كوركم زنجبيل ونديرو راس الحانوت تعودوا على التوابل اللي نديروه تحبيت ديري الحار تقدر ديري الحار من بعد نقلي مليح ودايما الكركسات على صدرتها على الجاج ولا رباح صدرتها على الجاج نقلي مليح وزود سنينة تعثوم ونقلي مليح ومن بعدها نمرق بالمص ونمرق شوية طابلي على حبة مفركة تبنين اروعة هنا يا يهى بعد ما تطيب لك لصو بتاعك اكيد اكيد تروحي تميكسيها مليح ان شاء الله ما تسمعوا شو الحس مليح حتى تولي قوام ناعم ودايما نقولكم ايش توليكم قوام ناعم نميكسي اه نميل الميكسير التاعي بنا ولا اروع هنا بش كنت الرافقة كنت نصوم ندي كاس تاعي تاع المشروب العاصير السحري الكرافوس واللي نكسر بها السيامي بعدها ندي لصو بتاعي وعندي اربع ملاعق تاع تليتلي مع ديتم زيتون الحار اللي كنت خدمته معاكم كنت نشرب موراهم بعدها بعشرين طريقان نشرب الري تلا ونصف تاع المه تحطي ثمانمائة قرام في النهار هنا دايما لنا نحب الروز والليتلي نديهم معايا معايا بتي سويس جوب ننتازج ونديهم معاكس تاع المهن روعة روعة في الماداق هنا كنت تكوني صايمة تبعي بعد هذه الطريقة الى ما كنتيش صايمة تبعي بطريقة الوجبة الواحدة وحتى تحطي ثمانمائة قرام حتى تحطي ثمانمائة قرام ومشي حجيك البنة تعلفت مستحيل تبعوا هذا النظام صباح تشربوا الماء وتشربوا فنجل تحكمتها ولكس تحكمتها اتي والوجبة هذي هتكون الوجبة الواحدة سواء كنتي صايمة ولا ما كنتيش صايمة نظام ولا ولا ارواع ديلي للا سو بتاعك وهذه تقدوب تحتمدوها ايضا في رمضان في رمضان فقط وش تديري فيها ديري زيدي لها الفرماج وميكسي غدوة من ذاك اديت نفس الكوتسايمة ايضا خطان ينصف فيها متعبان هنا ان شاء الله ربي يقدرنا وربي يتقبل منا غدوة من ذاك اديت نفس الحساء حساء اللفت وديت سلاطة على الورق وديت مع ثاني ربعة مغارف تلتلي مع الزيتون الحار هقدركم كملتو يومين عندكم طياب واحد خاصة يكونوا خدامين هنا ما اديتش المشروب الاخضر اديت هنا المشروب بتاع الكوركم كانوا عندي فيزوش كل خطة خطة اديتكم الواصفات لازم نكملهم كل نهار وش كنت ندي روعة 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 تبعوا النظام حرفيا اكيد حتدو نتائج وهذا كامل حتسفيدوا منهم لشهر رمضان ما تقولي ليش ما عنيش الوقت ما تقوليش ما نبداش ما زال عندك الوقت حتى ما تقديش تصومي تقدري تديلي الوجبة الواحدة وتواصلي ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو تاع اليوم اتركوكم في رعاة لها وحفظاتها الله في روحتيكم نحبكم بزاف سلام